دعونا نلقي نظر أيضا على صورة التالية التي لدينا أمام حضرتكم أبو سلام أحد المسؤولين عن حاملات التي تتحدث عن ضرورة مقاطعة إسرائيل وعن ضرورة دعم الدولة الفلسطينية نتحدث هنا عن أن هذه الشخصية المعروفة في الإعلام العالمي يقول بأن المشاعر تجاه فلسطين يجب أن تتحول إلى خطوات عملية لصالح قضيتها يشير إلى أنه كان هناك نجاح فيما تعلق بالقضية الفلسطينية ينبغي أن نستثمره هذا النجاح تحقق من خلال مونديال قطر حينما رأينا الشعوب الأوروبية والمشجعين الأوروبيين الحاضرين في مدرجات الملاعب القطرية يهتفون باسم فلسطين ويقولون فري بلسطين أو فلسطين حرة رأيناه من المشجعين الإنجليز من المشجعين الأرجنتينيين من المشجعين البرازيليين لذلك هو يقول بأننا ينبغي أن نستثمر هذه النجاحات وأن نتواصل أكثر وأكثر مع الشعوب الأوروبية من أجل استغلال هذه الحالة من أجل دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه الانتهاكات الكبيرة التي يتعرض لها على أيدي القوات الإسرائيلية لذلك بالفعل أعتقد بأن هذا التصريح ينبغي أن يمنع عليه ينبغي أن نضع مزيد من الخطط من أجل أن نجعل القضية الفلسطينية قضية عالمية تتبنها كل الشعوب كل شعوب العالم الحرة التي لديها قيم إنسانية لأنه هناك بالقطع فرق بين الأنظمة والشعوب الشعوب تتحرك وفقا للقيم ووفقا للفطرة لا للمصالح ولكن الأنظمة يبدو بأن أغلبها يتحرك وفقا للمنافع وللمصالح وأيضا للأهوام شكرا للمشاهدة